يروى أن أحد الملوك رأى حلما في منامه بأن كل أسنانه تكسرت وسقطت فأتى أحد مفسري الأحلام وقص عليه رؤياه فقال المفسر أم تأكد أنت؟ فقال الملك نعم فقال له المفسر تفسير رؤياك أن كل أهلك يموتون أمامك فتغير وجه الملك وسجن الرجل على الفور وأتى الملك بمفسر آخر وأقال له نفس الكلام وأيضا أمر به إلى السجن وجئ له بمفسر ثالث وقص الملك عليه رؤياه فقال المفسر أم تأكد أيها الملك أنك حلمت بهذا مبروك لك مبروك أيها الملك فقال الملك مستغربا لماذا؟ فقال المفسر مسرورا تأويل رؤياك أنك ستكون أطول أهلك عمرا فقال الملك مستغربا أم متأكد أنت؟ قال بلى سر الملك وأهداه هدية أعزائي لو كان أطول أهله عمرا أليس من الطبيعي أن أهله سيموتون قبله؟ ولكن انظروا إلى مخرجات الكلام وكيف تخرج إنها الحكمة دعونا ننتقي ألفاظنا وكلماتنا بدقة فالكلمة قد تغير كل تفاصيل حياتك فانتقي كلامك ووزنه في عقلك قبل أن تقولها